السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وليد نجار من قناة قارنلي اليوم سنحكي عن جهاز Y6B من قارنه بشبيهه او اخو التوأم اللي هو اونر 9A شو المميزات شو العيوب واي احسان تابعوا معنا بدايتنا بالمنبلش بالمراجعة انشأنا مجموعة على الفيسبوك باسم قارنلي بحيث اذا يجزمكم مقارنة بين اي جهاز فيكم تنضموا عليها ونحن جاهزين لكل استفساراتكم موجود رابط المجموعة بالوصف طبعا ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايت سنتكلم عن جهاز هواوي Y6B بنهاية الفيديو رح خبركم شو الفروقات بينه وبين اونر 9A كون الفروقات كتير قليلة بداية جهاز الو 9B بيجي مصنوع من البلاستيك اطار من البلاستيك الخلفية ايضا من البلاستيك مثل اي جهاز بالفئة الاقتصادية بتيجي مصنوع من البلاستيك كونه هي رخيصة وسعرها رخيص والشركات تحب تقلل قيمة الجهاز او تنافس بالنسبة للسعر فبيكون جهاز مصنوع من البلاستيك فما انها اي مشكلة بنو بالفئة الاقتصادية كلا بتيجي مصنوع من البلاستيك بس تصميم رائع الجهاز شكله انسيابي وحلو وحجمه ايضا جيد جدا اذا انت ان للمعالج معالجه بيجي من شركة ميديا تيك الميديا تيك ستعمل تنافس كتير بقوة بالاسواق بالفئة المتوسطة بالفئة الاولية فمعالج الميديا تيك معالج قوي وجيد المعالج ميديا تيك جاي من نوع بي 22 هيليو بدقة تصنيع 12 نانو متر سوماني النوات ب 2000 جيجاهرتس سرعة جيد جدا على هيك فئة بيشغل بوب جي باداء جيد طبعا ما تتأمل منه افضل اداء بالنسبة له هيك جهاز بفئة متوسطة او فئة اقرب للاقتصادية تعتبر يعني بحيشغل لك بوب جي بس موها الاداء الممتاز يعني الكتير عالي طبعا نحيشغل بوب جي بفضل المعالج بفضل ايضا الجهاز عم يجي ب 3 جيجا رام و 64 جيجا زاكرة وايضا في نسخ منه ب 4 جيجا رام و 64 جيجا زاكرة فحسب المنطقة او حسب البلد التابق الها ننتجل اللى الكاميرات المعيجات الجوافعاء ب 3 جامعة ميجابيكسل اول كاميرا الواحدة 13 ميجابيكسل الكاميراي السانوية كانت بدقة 5 ميجابيكسل كاميراي الكاميراي الكاميراي ال雨 الليفاجين يعني 2 ميجابيكسل للعزل وهي كاميرا ممتازة والفئة الاقتصادية ما كنا عم نرى أجهزة او اوäsident بتى اختصادية 3 كاميرليات فكتير شي حلو هواوي ينحن د 101 ميجابيكسل 이�szystي كاميرا المراكيات حتى الزوصة 2.0 كاميرا جيدة أداءها حلو مواصفاتها حلوة طبعا الجهاز بيصور بدقة 1080 بيكسل ب30 فرم بالثانية كمان شي ممتاز كتير جهاز بيصور بدقة فل اتش دي طبعا من انتهر الموضوع التاني اللي هو اكتر الشي يعني بهذا الجهاز ركزوا عليه التسويق شركة هواوي او الاعلان عليه اللي هو البطارية بطارية الجهاز بتجي ب5000 ميلي امبير مع شاحن بسرعة 10 واط بطارية كبيرة بحجم كبير باداء كبير بفئة اقتصادية وفئة متوسطة وبهيك سعر بالنسبة لهذا الجهاز رح تعطيك كتير اداء جيد وممتاز اذا انت مانك من هاوي الالعاب او الاستخدام الكبير رح تكفيك البطارية لحد اليومين تقريبا او يوم ونص فكتير ممتازة بالنسبة للبطارية بس الشي سيء اللي صغير هو انه الشحن 10 واط كنا بنتمنى يكون الشحن اسرع من هيك من تلك الموضوع الثالث اللي هو الشاشة شاشة الجهاز بحجم 6.3 انش حجم كبير كتير لشاشة بجهاز فئة اقتصادية ايضا كتير ممتازة طبعا الشاشة من نوع IPS بدقة HD بلاس مع 278 بي بي اي بي اي بي كسل لكل بي كسل فكتير ممتازة بالنسبة لهيك جهاز شاشة 6.3 بهذا الحجم الدقة ما رح لك افضل دقة رح تحصلها ولا اكتر كسافة رح تحصلها بالنسبة للبيكسلات بس كفئة اقتصادية نحن متعودين على هاي الاجهزة عوالها هي الدقة وهي الهدا فاللي معه جهاز بفئة اقتصادية وبدو يطور لجهاز كمان ايضا بفئة اقتصادية فرح يكون خياله الانسب هو Y6TB بالنسبة للميزات الثانية الجهاز بيأي بلوتوث اصدار الخامس GPS وWi-Fi ايضا بدعم الراديو وايضا بدعم شي تاني اللي هو NFC بس لعدد دول يعني مو لأي دولة موجود فانت اذا بتهمك ميزة NFC او بتستخدمها بتطبيقات الدفع او الشيراء او البيع بمنطقتك فلازم تتأكد انه موجودة فيه قبل ما تشتري لهذا الجهاز لانه فيه اجهزة ما تكون متوفرة فيه ايضا فيه ميزة تانية اللي هي RESERVE CHARGE شركة هواوي بعد ما وضعت البطارية 5000 ميلي امبير وضعت هاي الميزة اللي هي RESERVE CHARGE اللي انت بتقدر تشحن من موبايلك وموبايل تاني بس عن طريق كابل وليس عن طريق الويرلس لانه اساسا الجهاز ما بيجي مدمج بشريحة ويرلس خارجية يعني اذا انت عندك ايربوتس او شي ناوي تشحنها فهي ما بتشحن لك هي تشحن عن طريق كابل جهاز تاني ايضا الجهاز بيجي بشريحتين سين كارت مع مدخل كارت زاكرا مايكرو اس دي هاد الشي اللي بيميزه لهذا الجهاز انه شريحتين سين كارت وايضا مدخل مايكرو اس دي ونوع مايكرو اس دي هون لازم ننوها على شي انه هواوي بعد الحزر ستستخدم نوع كرت زاكرا من نوع نانو ميموري اللي هي اللي صغيرة اللي بتجي الحجمها صغير وقالت هواوي انه اسرع وافضل بس هي قليل توفرها بالاسواق وسعرها غالي كتير فهواوي بضعت كرت زاكرا المايكرو اس دي طبعا ما بعرف كيف قدرت تحط المايكرو اس دي مع العلم انه صار عليها حزر بيجوز الحزر مع شمال هاي الاجهزة او معالجات الام تيكي او في اتفاقية بالنسبة لهذا الشي حتى تقدر تتحط المايكرو اس دي باجهزتها تمام فأنتي قدرت تشتري كرت زاكرا بسعر منخفض وموجود في هاي تعتبر ميزة بالنسبة للجهاز نيجي لمساوئ الجهاز مساوئ الجهاز اول شغلة هو انه ما موجود في جيروسكوب حساس الجيروسكوب ناس كتير استائت منه بجهاز النوفا 7 اي نوفا 7 اي بعد ما يشتروا الجهاز الناس ينزلوا لعبة بوب جي او ا اي لعبة مثلا تحتاج جيروسكوب لعبة سيارات لعبة بوب جي اي لعبة بتحتاج انك تحرك الجهاز حتى مثلا تثبت الايم او تحرك السيارة او تحرك الايم او تحرك هذا فلاحظوا انه الجهاز ما فيها الميزة بالنوفا 7 اي وايضا بهذا الجهاز ما انه موجودة لك جهاز فيها اقتصادية يعني فينا نقول عادي اذا كان ما موجودة ميزة الجيروسكوب بس بالنوفا 7 اي كانت غلطة كبيرة كتير انه ما خطوا محساس الجيروسكوب موضوعنا اليوم عن الواي ستة بي وليس عن النوفا 7 اي فالشغلة يدعم الحساس جيروسكوب فالنسبة لي ميزة كالفئة الرخيصة في الهاتف أساسا تتطبيقات جودم بلاي ت cruising تحديثات التطبيقات مع تحديثات خدمات الجوجل تحديثات 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 حتى الزاكرة صادت تملي فاذا تتذكروا مثلا جهاز The Grand Prime Plus كتير ناس عانت موضوع الزاكرة وممتلئة هو اساسا ذاكرته ضعيفة وثانيا بسبب خدمات الجوجل بلاي فكنا نحن كيف نحلل المشكلة نحن نروت للجهاز ونمسح تطبيقات جوجل بلاي فكانت هي مشكلة بالنسبة لهذا الجهاز غير أنه تكون بطيئ يصير داءه وسيئ ف bes раздел land فالأجهزة الفئلة الاقتصادية بالنسبة لي إذا ما في خدمات جوجل بلاي فهي ماهزة بالنسبة لهم ريحتهم لهي الأجهزة من إنه دائما تحدث وتنزل تطبيقات وتنزل شغلات وتلاقي جهاز دائما حادث وصير تقيل ويأخذ مساحة وتطبيقات أنت أحيانا ما تستخدمها أغلب الناس بالفئلة اقتصادية في كتير تطبيقات ما بيستخدموها بالنسبة لخدمات جوجل بلاي يعني اجهزة استخدمات مافز تلاقي خدمات مابس جوجل مابس مثلا خرائط مابس عم احكي انا مثلا عن الناس البسيطة الناس مثلا اللي متلنا وبالتابع محتوى او بتشتغل على الجهاز تستخدم كل خدماته اكيد رح يستخدم كل هاي الخدمات فمن انتهي للموضوع ثالث اللي هو مو موجود بالجهاز حساس ال IR حساس ال IR انا بالنسبة الي لازم يكون موجود بكل جهاز انت يعني صار بالنسبة للشاومي انا استخدمت اجهزة شاومي كتير من لما يكون موجود فيه حساس ال IR فصرت لما انتهي لجهاز ما موجود فيه حساس IR حس بشي ناقص ليش متعود كل اجهزة البيت المكيف التلفزيون المروحة ايشي ربطوا عليها واستخدم موبايل بدون ما دور على ريمونت كونترول او دور على ايشي او كذا او مجي بالريمونت كونترول مشان شغل المكيف او كذا بالنسبة الي ميزة هي مانها موجودة بس موجودة باجهزة شاومي مثلا باجهزة المتوسطة والرخيصة باجهزة هواوي كمان ما تعتبر صراحة عيب ليش؟ لانه اساسا هواوي بالاجهزة المتوسطة والرخيصة ما بتحطت حساس IR بس باجهزة فلو كان مثلا في اجهزة هواوي فيها ميزة IR واجهزة هواوي ما فيها بالهي الفئة فبنعتبره عيب بس بالنسبة الاجهزة المتوسطة والرخيصة ما موجود فمكتير منعتبره عيب العيب الاخير اللي هو ذكرته خلال المقارنة او خلال الفيديو المراجعة انه الجهاز جاي بشحن 10 واط هذا الشي يعتبر عيب اذا كان جهاز بطاريته 5000 او 6000 ميلي امبير حكيت هذا الشي سابقا على الجهاز M31 كمان لما كان شحنه بطيء بطاريته 6000 ميلي امبير ليش؟ لان انت تصير لان بدك تشحن الجهاز بدك تحطه على الشحن رح يبقى معك الجهاز ساعتين ثلاث ساعات انت وترك الجهاز بس لحتى يتعبل بطارية ليش؟ لانه 10 واط يعني نحنا 10 واط نسيناها صرنا بال 2021 اقل الجهاز مكون 15-20 120 واط براءات اختراع عم تتسجل رح تنزل اجهزة بهالسراعات نزلت اجهزة بسراعات 65 واط فعلي صرنا نستخدمها بلاك شارك 3 برو أوبو فصار في اجهزة بهالسراعات هاي فلازم الفئة الاقتصادية اقل الشي تكون ميزة الشحن السريع وايضا شي تاني اللي هو المايكرو يو اس بي ليش مايكرو يو اس بي حاطين فيه للجهاز يعني نحنا ملينا من المايكرو يو اس بي صارت قديمة الناس كلها يعني صار اجهزة الفئة المتوسطة والكذا والهذا كله تايب سي فانه مشان شو مشان ممكن نجكة شحن طيب خلي يغلج جهاز 2 دولار 3 دولار زيادة بتكون شحن تايب سي على الاقل انت ما بيخرب معك من الشحن اذا حطيت الجهاز بالعكس او شي تقدر توصل الجهاز بالطرفين عملية اكتر افضل بكتير تايب سي سرعة شحنه افضل يعني كدير افضل حتى عازلية للمي لو كان الجهاز غير عازل للمي فهي عازلية ازاوية على المي جهاز اوجه عليه ما بتدخل المي لانه هي تصميمها تصميم للاجهزة اللي بتجي ضد المي يعني فكنت بتمنى كمان تكون مثلا تايب سي ويكون شحن اسرع بالنسبة للجهاز الجهاز ممتاز جيد مواصفاته حلوة اداءه ممتاز مشاكل على الببجي ما في ما بتحس يعني بفرق كتير بينه وبين الفئة متوسطة لا بالعكس بتحس حالك اشتريت جهاز بفئة متوسطة وبسعر الخيص صدقا يعني اداء المعالج كتير جيد على الجهاز وحتى الرام مع الزاكرة كتير ممتازة بنجي للفروقات بينه وبين الونر 9A للصراحة هنه الجهازين اخوات يعني اخوات توقن بالضبط يعني ما في اي تفرقة بيناتهم غير بانه الواي ستة بي بيجي فيه لون زيادة واللي هو الموف بينما الونر 9A بيجي بلون ازرق لون الازرق يعني كل واحد بيفضل شي البنات بيحبو الموف هداك بيجي فهذا اللون الزيادة بين اللونين بيجي واحد بيجي لون ازرق واحد بيجي موف يعني لونر 9A ما بيجي موف الواي ستة بي ما بيجي لون ازرق كمان التصميم من الخلف بيفرق اللي هو شكل الواي ستة بي صار يعتبر قديم شوي يعني التصميم ديزاين وقديم يعني فيك تقول بيشبه الاجهزة اللي بتجي شكل كاميراتها طولية بينما الونر 9A جايد تصميمه وديزاينه كتير عصري وحلو بيشبه ال بي فورتي برو بيشبه ال اس عشرين الترا وهي الاجهزة اللي عم تجي كاميراتها عريضة من ورا وفيها الفلاش من ورا فديزاينه وتصميمه كتير كتير حلو ورائع عجبني اكتر نيجي لانه تختار اي افضل الونر 9A او تختار الصراحة الجهازين نفس المعالج نفس الاداء وهنا شركتين واحدة معروفين الونر والهواوي بس ما بعرف ليش بينزلوا هنين براندين ليش بينزلوا هواوي وينزلوا اونر فبالنهاية انت قرارك انا بالنسبة الي الونر 9A تشكله وديزاينه حلو بعوضك عني يعني لانك تشتري الواي 6B كون هم استعالين نفس الشي فانا لا باخد اونر 9A كديزاين بس اذا انت منتشر عندك بمنطقتك الهواوي اكتر من الونر فبنصحك تاخد الهواوي ليش لانو انت مع الايام ممكن تبدل ممكن تبيع ممكن تشتري جهاز احسان فامشان ضل قيمته فيه قطعه اكسسواراته تلاقيه له اكتر فدائما نحنا ندور من كل الجوانب وودك تشتري الجهاز فاذا متوافر بمنطقتك اكتر الواي 6B ببلدك او باي مكان اهلا وسهلا متابع عني فيه فلا خود الواي 6B اذا متوافر الونر اكتر اكسسواراته اكتر مبيعه او شرق اكتر مرغوب اكتر لانو لاحظت فيه دول اكتر انا فيه اونر مرغوب اكتر فلا خود الونر وكتصميم ديزاين الونر احلى دائما انت نقي الاكتر الشي مرغوب بمنطقتك ببلدك بمكانك محل ما بتقدر ليش مشان اكسسوارات مشان قطع صيانه ممكن بعدين مشان ايشي رزمك مثلا للجهاز حبيت تبيعه بعد فترة يقلو لك انه هذا الجهاز ايه منشتري فيه مثلا محلات او كذا ممكن اذا الجهاز ممرغوب بمنطقتك وتشتري وتجي بدك تبيعه يصير صعب عليك انك تبيعه تبدله بجهاز احسن صح هو معناه القيمة الكبيرة بس هذا الشي لازم اوضحه وقتدك تاختار اي جهاز هذا كان الفرق بين الجهازين بشكل عام الفروقات كتير بسيطة يعني هي اللون والديزاين فقط المعالج نفسه الرام نفسه الشكل نفسه الشحن نفس السرعة البطارية نفسها الكاميرات نفسها تماما واداءها نفسه تماما الشاشة نفسها تماما بدقتها بالوانها بتصميمها بشكلها يعني الجهازين نفس الشي اختلاف بس ديزاين يعني حتى الاداء على انتوتو والبنشمارك كل المواقع عطى نفس الاداء بالضبط يعني ما في اي اختلاف بالاداء لا نقطة زيادة ولا نقطة اقل يعني ما حدا يقول انه والله الانر او الهواوي افضل بالاداء نفس الاداء اتنين هم نفس المعالج بالرام من وين بدا يكون في هذا حتى نفس الشركة اللي بتصنعهم يعني فاين بدا يكون في فرق بالاداء يعني طبعا وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تنزلوا تشتركوا بالجروب اللي قلت لكم عليه ولا تنسوا تضغطوا زر الاشتراك واللايك والاعجاب وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم دمتم سالمين